إذن أوكرانيا الحرد أو الأرض الجديدة لحرب لا تزال حتى الآن باردة حتى الساعة بين القطبين الروسي والأمريكي فكيف تصاعدت الأزمة وما أبرز محطاتها نهاية عام 2013 بدأت احتجاجات في كييف للمطالبة بدخول أوكرانيا وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي تحول اتباعا إلى اشتباكات وصولا إلى عزل البرلمان الأوكراني للرئيس فيكتور يانوكوفيتش الذي كان موالياً لموسكو في أبريل 2014 أعلنت روسيا رسمياً ضم شبه جزيرة القرم ثم أعلنت جمهورية دونيتسك والوانسك انفصالهما عن أوكرانيا بين سبتمبر 2014 وفبراير 2015 وقعت روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا سلسلة من اتفاقيات وقف اطلاق النار عرفت باسم اتفاقيات منسك وذلك من أجل حل النزاع المسلح في إقليم دونباس شرقية أوكرانيا منذ العام الماضي يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منع جرافة أوكرانيا من أكثر نحو الولايات المتحدة والنيتو وحلفائها ويطالب الغرب بضمانات أمنية بشأن عدم توسع حلف شمال أطلسي في شرق أوروبا في نوفمبر الماضي أظهرت صور الأقمار الصناعية حشدا عسكريا روسيا جديدا على الحدود مع أوكرانيا وقدرت كييف وقتها أن تكون موسكو قد حشدت أكثر من 100 ألف جندي بعتادهم على حدودها خلال شهر ديسمبر الماضي بدأت التحذيرات الغربية من احتمال غزب روسيا لأوكرانيا ترافق ذلك مع التلويح بفرض عقوبات رادعة على موسكو أما سياسيا فتبادلت موسكو وواشنطن رسائل الخطية بشأن المطالب الأمنية لروسيا كما عقدت لقاءات مكوكية بين المسؤولين الروس والغربيين وشاهد الشهر الحالي استعراض قوة عسكري لمختلف الفرقاء حيث نفذت روسيا عددا من المناورات البري والبحرية والجوية في مقابل تنفيذ النيتو مناورات عسكرية أيضا في الجارة بولندا وفي خطوة أثارت غضب الغرب اعترف بوتين اليوم باستقلال جمهوريتي دونيتسك و لوانسك عن أوكرانيا أمر بإرسال قوات وصفها قوات حفظ السلام إلى هناك إذن عدة الحرب جاهزة مع وقف التنفيذ نظرا لحجم الأضرار التي لن تستثني أحدا في الأثناء تتقدم ورقة العقوبات في سياق الردة ترجمة نانسي قنقر